ورحب رئيس السيسي بأبطال معركة أبو عطوى خلال حرب أكتوبر مؤكدا أنهم قدموا لمصر الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل وخلال الندوة التثقفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة أكد رئيس السيسي أن التضحيات هي ثمن النصر والكرامة وليس الكلام أو الشعارات لنا عزيم الشرف أن نلتقي ونشوفكم وكل الناس اللي موجودة مش بس اللي في القاعة في مصر يشوفوا الناس يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال أو من تبقى من الرجال اللي أقدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل دون مقابل احترامي واحترامنا تقديرنا ليكم كليكم مش عايز أطيل عليكم لكن أرجو ان انتوا تقبلوا اعتذرنا لو كنا ما خدناش بلنا بينكم قبل كده أردو وكان مهم قوي أنتم تكونوا موجودين النهاردة عشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا تمن الكرامة بيتعمل إزاي من اللي بيتعمل اللي بالكلام ولا بالشعرات ولا بتعمل بالدم والتضحيات ولما تعمل بالدم والتضحيات في دي الباقي حتى الآن فعظيم الشرف أن احنا نلتقي بيكم عظيم الشرف أن احنا نشوفكم ربنا يا رب يديكم الصحة ويجازيكم خير على كل ما فعلتمه أنتم وكل أبناء هذا الجيل في وقته شكرا شكرا